أعلنت الحكومة الإيرانية فتح باب الترشح لراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية في التاسع عشر من مايو أيار المقبل وقالت وكالة أنباء إيران الرسمية إنه يمكن للمرشحين المحتملين التسجيل حتى السبت المقبل يتم بعدها فحص الأسماء المتقدمة من قبل مجلس سيانة الدستور هذا وأعلن كل من إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد الأعلى أيتلاع علي خامنئي وحميد بقائي الحليف المقرب من الرئيس السابق محمود أحمد نجاد عزمهما خوض انتخابات الرئاسة في إيران